يكون الشعب كليان للحاكم ويكون المواطن هو الكليان المحكوم والحاكم هو التاجر المحتكر الوحيد وهذا يعتبر شكل من أشكال العبودية الجماعية في عصرنا هذا عبودية مقنعة في الظاهر ديالها حرية حرية التنقل حرية السفر حرية التعبير حرية التملك ولكن في الباطن ديالها عبودية واسترقاق واستعباد مرحبا بمتتبعي موقع رحانة بريس من رخرة وفي إطار سلسلة زواج المال والسلطة دائما مع البرلماني دريس السنتيسي نتكلم الآن في الحلقة السادسة وكنا نتكلمنا بحلقات أخرى تحت عنوان كيف تحول السنتيسي من قاردغور والطباخ إلى مليار دير بمدينة سالة في حياة البرلماني دريس السنتيسي ما كيناشي حاجة سميتها الصدفة حتى المصاهرة ديالهم مبنية على تبادل المصالح أو ما يسمى بزواج المال والسلطة وبزواج المصالح هذا الأمر ستتوضح وغيبان في الصيف 2010 فش كان أول عقد زواج بين آل سنتيسي وآل الفاسي أول عقد بين ولد عباس الفاسي مدير قاناة المغربية واللي بالمناسبة لا يرى التواحد من المغاربة وقد ترصد لها أموال طائلة معلم العلم أنها ما كيشوفتش واحد من المغاربة قلت الزواج بولد الفاسي بابنت دريس السنتيسي كالعرس خيالي صرفوا عليها أموال طائلة من أموال الشعب المظلوم في هذه البلاد لكي يعيش في أدنى دركات الفقر هذه العرس كل شي فيه مصمم بالأبيض والأسود الرقص كان على صوته أنغام الشيخة حليمة مغنية القصر في أيام الراحل الحسن الثاني رحمه الله نغموتي وكعب غزال من المموين الشهير رحال فهذا العرس حضرات الأسماء الوازنة والكالمات المفتاحية المهمة حتى القاضي لكي تربطوا علاقة بالسنتيسي كان حاضر كما أكدت مصادر إعلامية في ذكاء الفترة سالة العرس الفاخر نمشو العرسان البيت الزوجية فوق كروسة أنيقة يزورها حصان إلى بيت الزوجية في حين نمشو الصهران عباس الفاسي ودريس السنتيسي باش يكملوا عقد الزواج بين المال والسلطة وتقاسم المصلحة لليكليك أولي ليليا فهذا الزواج طمرة الأولى اللي غيجنيها السنتيسي هي حضوة المصاهرة هي الشرف العائلة اللي كان غائب عنده الاسم ديال العائلة اللي مدة كبيرة وهو كي يبحث عليها ضمن زواج المال والسلطة بالمقابل طمرة الثانية اللي غيجنيها عباس الفاسي والحزب ديالو هي أنه غاد يربح الملك سالة القوي في جنبه خصوصا بعد الحملة اللي دارها السنتيسي على الخصوم ديالو بحال محمد عواد المنعيش العقاري والاستقلال الأول في سالة تمارات أخرى غيجنيها السنتيسي والفاسي بجوج واللي بدأ الزرع ديالها كي يكبر شهور قبل موسم الجني والحصاد في الانتخابات التشريعية لألفين واثنى عشر فهذا افتراب الدوض خبنا في الله السنتيسي بدك يحول السلاويين المجموعة من الزبناء للشركات ديالو وغيرد مدينة سالة سوق تجارية للسلطة ديالو وصبح المواطن السلاوي زابون مضطر مكره لشراء كل ما يبيعه له الحاكم ديالو الإمبراطور السنتيسي حاكم يضع القانون بالبرلمان ينتج السلع والخدامات يحدد السعر اللي يبغى يفرض الجودة ديالو اللي يبغى ولا احتج شي واحد والسنكر يدخلوا للحفص فاش يكون الشعب كليان للحاكم ديالو وكيكون المواطن هو الكليان المحكوم والحاكم هو التاجر المحتكر الوحيد وهذا يعتبر شكل من أشكال العبودية الجماعية في عصرنا هذا عبودية مقنعة في الظاهر ديالها حرية حرية التنقل حرية الصفر حرية التعبير حرية التملك ولكن في الباطن ديالها عبودية واسترقاق واستعباد لأن الكليان ما كيستهلك وما كيشري إلا البضاعة والسلعات والتاجر وهذا بالضبط وهو اللي يقع مع أخونا السنتيسي بمدينة سلاة السنتيسي ما خلحت تشي حاجة ما تاجرش فيها تاجر في الفلاحة في الصناعة تاجر في البحر تاجر في البر تاجر في قطاع الخدمات والاتصالات والطاقة والصناعة الغدائية والمائية تاجر في الحديد تاجر في الإسمنت في المقالع والصيد في أعالي البحر تاجر في الصحافة والإعلام تاجر في الماء تاجر في البناء تاجر في العقارات في كل شيء تاجر وما زال يتاجر يعني إبراطور بكل ما تحمل الكلمة من معنى يعني كذلك العبودية الكاملة والاستقاق التام بل أكثر من هذا رجع سلاويين متسولين متسولين ثعاية بسبب ارتفاع الأسعار بسبب وإن كانت هي عامة وما كانت في حق سنتيسي وعد راوما سنتيسييات في البلد ولكن هذا نموذج كانت تكلموا عليه في هذه الحلقات رجعوا متسولين بسبب الحاجة وقهر الظروف واشفردكم أن المغرب نتاخبوا المجلس لاستشاري المكافحة للفساد التابع للاتحاد الإفريقي باش يكون عضو فيه نعم هذا يعتبر إنجاز كبير فعهد محمد السعدي صراحة يعتبر إنجاز كبير ومزيان واعتراف بنجاح المغرب في مكافحة الفساد مزيان ولكن واش هادة كافية باش نقوله أن المغرب قطع الواد ونشف رجله لا يعني المؤسسات لحد الساعة غير جادة في مكافحة الفساد صحيح أن وزارة الداخلية المغربية تابعت مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين مجموعة منهم في الحبس ومجموعة منهم كيتتابعوا في حالة صراحة لكن أنا كنتظر من وجهة نظري أن هذه المتابعات فيها انتقائية في المحاسبة لحد الساعة لحد الساعة بعد خمسة ديال الحلقات على السنتيسي وهذه السادتة وكل هذه الاتهامات منا بشكل صريح بنهم المال العام وجرائم الأموال تشيجها ما اتصلت بنا من أجل التحقق أو التأكد من هذه المعطايات والاتهامات أو الوثائق اللي عندنا وزارة الداخلية وصلتها هذه الحلقات نحن على يقين أن شفتها الوزارات ومجموعة من الأجهزة الأمنية تشيجها ما اتصلت بنا بش تأكد أو رفعه ودعوة قضائية كما كان يروج في أحد مجموعة هذه المواقع الإلكترونية كانت اتصالات فقط من البعض من أجل تحذير من محاولات بلطجية أو تلفيق تهمة والتجار بالمخضرات هذه من الأمور التي تضحك وكلها محاولات من أجل إخافة من السمرار في نشر فضائح السنتيسي ومن معه كان السنتيسي نشرج بمجموعة مواقع الإلكترونية كما قلت وللأسف مواقع كنا نعتبرها نعتبرها كبيرة لكن استقاط صغيرة مشارة البلغ ديالون اللي قال فيه أنه سيقاضينا رفعنا دعوة قضائية وكننا كنتظروا في موقع رحنا بطرس هذه اللحظة يعني لحظة رفع دعوة قضائية من أجل المحاسبة اللي كانت ستكون محاسبة ومحاكمة تاريخية وبالتالي سقوط إمبراطور فاسد نهب مدينة بأكملها وكانت ستكون وزارة الداخلية كبيرة فعليا لمغاربة وغيرت تارمو وزير الداخلية عبدالبوة الفتيسة وكان سيكون الشعب السلاوي مسيفة خاصة والشعب المغربي فرحان بوزارة الداخلية لما تطالب محاكمة السنتيسي وأمثال السنتيسي ليس السنتيسي فقط هناك نماذج كثيرة جدا لا زالت لم تطلها أيدي العدالة مجموعة فاسدين كبار ما قدرت حد الآن وزارة الداخلية يديها توصل لهم الله أعلم علش الله أعلم ما شو منحقروا على وزارة الداخلية فقط ركاين الفساد بكل الوزارات واحدة وزارة نتكلم عنها إن شاء الله في حينها فيها الفضائح بالجملة لكن أقول أن نتعطر ما صار المحاسبة السبب دياله هو وجود نخبة سياسية حولات معركة إسقاط الفساد إلى معركة الغاية ديالها أخذ حقها من هذا الفساد كان واحدة نخبة سياسية جعلت من الفساد القوت ديالها وما إذا انتخابية وهي اللي خلت الوزارات مترددة في تطبيق معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة المجلس الأعلى الحسابات في العطلة في هذا الوقت هذا والقوضات المجلس الأعلى للحسابات داروا واحدة حملة خصوصاً في الصيف على العديد من المكاتب ديروا أفاء مجالس ترابية وطالبوا بالحصول على وثائق كالتحلق بإبرامسة فقط النفايات والتجير وتعبيد الطرق وكيف تمت التحويلات المالية وتزامنت هذه الجولة تفتيش جديدة لتلقاتها زينب العدوي رئيسة المجلس مع التحقيقات لإدارة المفتيشية العامة لإدارة ترابية وبينات تورط رؤساء دير الجامعة جدد في ارتكاب خروقات مالية كبيرة وإدارية وفي مجال تسير منهم التي توقف ومنهم لكي ينتظر قرار المحكمة الإدارية سواء بالإبقاء عليه أو بالعزل بحكم نهائي من المنتظر أن تحيل العدوي فور انتهاء القوضات دير المجلس على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات أنها تحيل واحد على مستوى الأقاليم والعمالات في تناغم مع مصالح الوزارة الداخلية ملفات العديد من المنتخبين الكبار على محاكم جرائم الأموال نتمنى أن يكون سنتيسي من ضمن المحاكمين أو المحاكمون هايكون تشيف شوتنبر المقبل إن شاء الله بإذن الله سمعنا مؤخرا واحد مجموعة هذه التقارير تفيد أن المفتشي العامة ووزارة الداخلية حالة مجموعة المنتخبين بتهمة تسليم رخص بدون سند قانوني سنتيسي مثلا في وطاعة اللي عندنا كانوا مجموعة الرخص تم تسليمها بالجملة عشرات وثيقات 30 نوامبير 2004 من مدير الوكر الحضري للربط وسلا إلى رئيس مجلسة الجماعة الحضرية طلب تسليم السكن المتعلق بالملف عدد 424 مقاطعة المريسة عدد ترخيص بدون سند قانوني وطيقا من عامل عمل السلاء إلى السيد وزير الداخلية المدير العام للجماعة المحلية الموضوع حول تسليم رخص للتعمير غير قانونية في سنة فوش 2003 من عامل عمل السلاء إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية سالة طلب توضيحات بشأن تسليم رخص السكن غير قانونية هذه رسالة 24 غص 2003 من عامل عمل السلاء إلى سيد رئيس الجماعة الحضرية سالة تحت إشراف السلم الإداري الموضوع بشأن تسليم رخص السكن لمشاريع مرخص بطرق غير قانونية من عامل عمل السلاء إلى السيد وزير الداخلية المفتيش العام من يوزارة الداخلية ورقة الإرسال ونسخة من الرسال الموجهة من طرف مصالح هذه العمل إلى السيد رئيس المجلس الجماعة الحضرية لمدينة سالة حول تسليم رخص السكن لمشاريع مرخص بطريقة غير قانونية طالبة منه التطبيق الصارم لضوابط وقوانين تعمير جاري بها العمل عن الكاتب العام عمطاء عبد الرحمن بن علي هذه في سنة 2005 هناك أسماء كثيرة كثيرة جدا تم تسليم رخص لهم عبدالسكلا رخص من أجل بناء جزئات من شركات بالجملة أسماء كثيرة كثيرة جدا كثيرة كثيرة جدا وهناك مازال أسماء أخرى هذه عينة بسيطة من 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 خرقات لدرها السنتيسي فيما يخص التعمير سنتحدث عن ذلك بتصير إن شاء الله إلى هنا ننهي هذه الحلقة من سيسلة زواج المال والسلطة مع صاحبنا الإمبراطور سلوي إدريس سنتيسي وإلى حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته